موسيقى 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 وانا بيت عنت جدتي اعتقد يمكن كنت في سنوي او كنت لسه في اوائل سنين الجامعة اعتقد في اوائل سنين الجامعة في اليوم ده وابن نظف زي ما بنا نظف وابن نظبط الدنيا وكل حاجة وصلنا للساعة ثلاثة وما كناش خلصنا كل حاجة كنة جدتي ناوية تعملها في اليوم ده ايه وبعدين قلت لها كفاية بقى انا تعبت واشنا عملنا كتير قوي قالت لي مش مهم ايه الي اتعمل المهم ايه الي ناقص الي هيجي من برة مش هيشوف الي احنا عملناه هيشوف الي ناقص وهيشوف الي هو عايزه وهيحكم على اليوم كله بالحاجات الي نقصة اللي اللي جاي جعان مش هيبص على شكل البيت الحلو ويقول اه اصلا انتوا قضيتوا طول النهار بتنظفوا البيت لا ايه ده انتوا ما عملتوش الاكل ليه طبعا جدتي كانت يعني رحمة الله عليها كان وجهة نظارة ان الواحد يفضل يشتغل ويشتغل 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 وميبطلش شغل لغاية بما كل حاجة تخلص لما جبرت وبقيت مسؤولة عن بيت واسرة وشغل وكل حاجة لقيت ان صح اللي هي قالته صح محدش هياخد باله من اللي اتعمل ولكن كل الناس هتاخد بالها من اللي ناقص وتشاور عليه وتقول عليه وتقول اه اصلا ما فيش ده ودي طبيعة البشر انا تعلمت من اللي انا شفته واللي انا لاحظته حوالي وفي نفسي حتى انا كمان ان احنا كبشر بنهتم قوي بايه اللي ناقص بايه اللي ما تعملش بايه الغلط ونركز عليه وابتديت اتعلم العكس او اعلم نفسي العكس ديه خصوصا لما جينا مثلا في ادارة الاداء والperformance management وازاي ان انت تخلي ال team بتاعك احسن team او تشجع اللي حواليك بيقولك ابتدي الاول بال positive ابتدي الاول بالايجابيات قبل ما تخش في السلبيات اصل انت ما عملتش كذا اصل انت نسيت كذا اصل انت اهملت في كذا نبتدي كلامنا ان انا مبسوط جدا انا مبسوطة جدا من كذا وكذا وكذا ولكن ممكن نحسن كذا ممكن نعمل كذا اتعلمت كمان الموقف الصغير ده اللي هو ان الناس ما بتاخدش بالها من ايه اللي تعمل ولكن بتاخد بالها من ايه اللي ناقص والمثال اللي دي تهوني جدتي في الوقت ده ان الناس اللي جاية من برا خالي وخلاتي واي حد جاي لنا هيبقوا جايين جاعنين مش مهم ان البيت بيبرق لكن الاهم ان انا جعان اكلوني الاول وبعدين اعملوا اي حاجة ده علمني ان كل واحد له توقعات معينة ممكن ما بين زوجين يبقى الزوج مثلا مش اهم حاجة عنده ان البيت يبقى على الشعرة ولكن اهم حاجة عنده مثلا ان هو ياكل ويبقى شبعان والهدوء ان مثلا مش اهم حاجة عنده ان مراته تبقى احلى ستة في الدنيا ولا اشيك ستة في الدنيا ولا انها بتجمل نفسها وتتزينله ولكن اهم حاجة عنده انها تديله مساحة مثلا من الحرية انها تقدر المجهود اللي هو بيعمله انها كذا انها كذا ده علمني ان انا افكر الاول ايه اولويات الشخص اللي قداني حتى في الشغل بنبقى احنا كموظفين عايزين نعمل حاجة معينة لكن المدير بيبص على حاجة تانية اهم حاجة عنده مثلا رقم توتل هيخش للمدير بتاعه يقول له احنا محتاجين كذا التفاصيل دي بعدين اه 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 ولادي اهم حاجة عندهم على فكرة مش ان قضيتهم تبقى مترتبة اه مش ان مكانهم يبقى انضف مكان اهم حاجة بالنسبة لهم انهم مثلا يقضوا وقت يلعبوا فيه يستمتعوا فيه معايا ومع باباهم اه لما يرجعوا من برا مش اهم حاجة عندهم نوعية الاكل اهم حاجة عندهم انهم يكلوا لانهم بيبقوا جعانين قوي اللي تعلمتوا من جدتي في الموقف دو الكلمة بتاعتها مهم ايه اللي اتعمل المهم ايه اللي ناقص هو ان انا حدد ايه اللي ناقص ايه اللي ناقص من وجهة نظري وايه اللي ناقص من وجهة نظر الاخرين وان انا حدد ان اللي اتعمل ده هل مفيد لي انا ولا مفيد للطرف التاني ودي ايه ايه هي التوقعات وازاي ان اللي انا مش مبسوط بالهدية اوي لان مفكرتش اوي ان اشوف هل الشخص التاني ده هيحب اللي انا جبته ولا لا هيقدر اللي انا جبته ولا لا من ضمن القصص اللي حد حكاهالي عن نفسه ان هو كان خاطب بنت وبعدين هو كان بيحب الرسم وبيحب انه يعمل حاجات بيديه فعمل لها كارت وبازل وقت وجهد كبير اوي في الكارت ده وانه يعمل انه هو لما بيفتح بتطلع وردة ويلون ويعمل وعلى حسب كلامه ان الكارت ده كان حلو اوي وجاب لها هدية مش غالية اوي وحط الكارت ده بصت للهدية يعني ركزت على الهدية والكارت بصت له كده وحطيته على جنب هو بازل مجهود كبير اوي اوي في الكارت ده الشخص اللي قدامه الخطيبة ما شافتش الكارت ده ولدته الايمة اللي هو كان متوقع لما بنلاحظ في التعامل الامور الصغيرة دي صغيرة او كبيرة ونعرف اولويات الشخص اللي قدامنا نبتدي نزبط افعالنا عشان نرضي هذه الاولويات الاول دايما بنشوفها مثلا في خدمة العملة لما نكون بنتعامل مع عميل لازم نفكر هي ايه التوقعات اللي بيتوقعها الاول وهي دي اللي نعملها الاول ومنضيعش وقتنا ومجهودنا في الحاجات اللي محدش هيلحظها اللي محدش هيقدرها في تعاملنا مع اولادنا في تعاملنا مع ازواجنا في تعاملنا مع ابهاتنا وامهاتنا زملائنا في العمل جاراتنا اي حد فكروا ايه الاولويات للشخص ده وهل انا بحقق له الاولويات دي ولا لأ اتعلمت من جدتي ان الناس ممكن ما تلاحظش ايه اللي تعمل لكن اكيد هتلاحظ ايه اللي ما دعمالي ترجمة نانسي قنقر